في اليوم السابع هطول أمطار مساء اليوم صلاثاء الموافق 3 يناير 2023 حطلت الأمطار على مراكز ومدن المحافظة كل متابعين على اليوم السابع ومستمرة في هطول الأمطار على مدن وقرأ المحافظة كما توقعت هيئة الأرصاد المصرية بهطول أمطار بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق 3 يناير 2023 على محافظات وخاصة محافظة كفرشيخ المطلع على ساحل البحر المتوسط بطول 120 كيلو كل متابعين وإلى الآن لم تعلن إدارة ميناء البورولوس عن توقف حركة الملاحة البحرية في مياه البحر المتوسط أو بحيرة البورولوس وكانت من الصباح الباكر انطلقت مراكب الصيد في رحلات صيدة عبر مياه البحر المتوسط وبحيرة البورولوس ومن القرى المطلة على ساحل البحر المتوسط وبمجرد الإعلان عن بمجرد الإعلان عن توقف حالة الملاحة في نياه البحر المتوسط سيتم الإعلان عن ذلك كل متابعين في اليوم السابع زي ما أنتم شايفين خيولة مرورية برغم أقول الأمطار المتقطعة أمطار متقطعة ما بين متوسطة إلى غزيرة غزيرة أمطار متوسطعة ما بين متوسطة إلى غزيرة بتشهدها مدن وقرى محافظة خفر الشيخ وهناك جهود مكسفة من مجالس المدر لرفع مياه الأمطار من الشوارع وتعليمات من اللواء جمال المدين برفع درجة الاستعداد لمواجهة الطيارات المناخية بالإضافة إلى مواجهة ورفع مياه الأمطار التي تشهدها مدن وقرى محافظة خفر الشيخ كما قلت في الصورة المتقطعة وما زلنا بنتابع مع حضراتكم كل المتابعين في اليوم بالسابع عملية وطول الأمطار المتقطعة على مدن وقرى محافظة